ارجعني لكم أصدقائنا المشاهدين والمحطة هلأ مع الأبراش الحمل العفوي بطبعه اليوم قادر يقتنس الفرص وقادر يخلق بين ما شي شي مهضوم كتير ومحبب ومقرب إلى العقول والقلوب الثور بدك تحاول اليوم هيكي مثل ما بيقولوا تطلع من حالك شوي وما تفوت بأساليب دونية بالتعاطي اللي بدك تقوله قوله دون أي خوف أو ريب يمكن اليوم من بين الأيام ياللي كتير بتحسو بحسبات وياللي كتير بتقول شو ممكن ينقال وشو ممكن قول هاي دي الأمور كلها خبية بكيس وكبة على جنب وانطلق لنهار حلو ونجح الجوزاء أبيل زماك تعرف النقاط الأساسية اللي ممكن تخليك تتطور بالحيات ما تمشي فلوك يعني اليوم اللي بدنا نقلك هي ما تمشي فلوه بالحيات بالقليل يكون فيه كذا نقطة بتمشي عبره وضمنه لتحقق النهار قد يكون هنهار مش ناجح مية بالمية بس منموم ما بترتكب فيه عفوات السرطان يبادر إلى الاعتذار من حبيبه لأنه تصرفه كان بغير محله بغير مكانه السرطان أدمنه عفوة وطيب أوقات بتصرف تصرفات ما بتصب بخانته ومشان هيك اليوم بيحكي الحبيب بيعتذر وهيضا الاعتذار نابع من القلب والضمير واللسين أيضا الأساد قد يتكبت خسائر مادية اليوم من حيثه لا يدري ومنه ناقصه الأساد يتكبت خسائر مادية لأنه عنده من الخسائر ما يكفي بركي اليوم هيك بيكون شوي متقوقع على الزيت ومنه كتير يعني من شرح لأنه عم بيفكر كيف بده يصد هالعجز المادة لأنه هو أمام قرض معين أو عجز مادة معين لي بدنا نقلها كيف مفروض تتحلى بالصبر ما فيك تعمل أكتر من هيك وتحاول هيك تبلسم الأمور شوي شوي وصولا إلى بكرة بكرة أكيد رح يكون يوم جديد الأسد يمكن من بين الأيام يلي هيك بتكون مش كتير يعني مش كتير دائرة الحالة عفوا العزراء مش كتير بتكون دائرة الحالة يلي أنت عم تمرق فيها لأنه هناك شقين بهذه الحالة في مدارات الحبيب مدارات الشريك مدارات أحساسه وفيه كمان كيف بدك تتصرف معه بطريقة إذا بدنا نقول عم تمشي بين الحفر لا تقدر تمرق كتير صعب عليك هنهار بدك تعرف في بدك تتعامل مع الحبيب لأنه نترك على أقل غلطة نصل إلى الميزان مولع اليوم الميزان بالفن مولع بكافة أنواع الفنون وقادر اليوم يتميز ضمن محيطه اليوم الميزان بده يقوم بكذا شغلي بذات الوقت ولكن انتبه مش ديما بتسلم الجرة مثل ما بيقول ومش ديما فينا نحمل مية بطيخة بزيت الإيد فانتبه كتير للتطورات وإلى العقرب فينا نقول أنه المسافة القطعت بالمجال العملي جيد جدا ولكن انتبه على الوقعة لأنه أوقات الوقعة بتكون مش كتير مقبولة ومثل ما بيقولوا غلطة الشاطر بألف فانتبه كتير من الأخطاء ومن حسن سير الأمور خاصة اليوم القوس يترقب شخص عم بفكر فيه من زمين صار فيه اتصال بينه وبينه يعني عم بيترقب مثل كأنه وجود هيدا الشخص أو بالقليل التليفون منه يرجع يبلسم الجراح لأنه هيدا الشخص من الماضي ولكن بيعني له كتير أهم شي ما تحمل هيدا الشخص كتير أمنيات يعني أنت كمان ما تفكر فيه بطريقة أنه فيه كتير أحليم وكتير أمنيات لأنه ما حدا بيقدر يعرف شو رح يصير الجدي غير أنه الجدي اليوم خلوق عنده عزة نفس وقادر يكون هيك بين المجموعة هو الدينام وهو الليدر هو القائد يلي بيقدر يقود أسفيني إلى بر الأمان من بين الأيام الحلوية اللي بتقطع عليك أهم شي يتظلم حفظ على هيك رباطة جأشك وعلى صبرك ما تطلع من حالك تضيم أي أمر الدلو في يعني بعض الأشخاص عم بتحيول هيك تزيحن شوي من رزنيمة حياتك مش ضروري تقترف تيجيهن خطأ أو تسمعن كلام نيبي ولكن بكل هيك سليسي بتنسحب لأنه بالنسبة لأكل الأشخاص عم بيخلوك تكون متوتر أكتر عم بيبعطولك زبزبات سلبية وأنت بغنى عن هيدا الأمر بنشوفك اليوم هيك بتسحب حالك بتنسحب بتروح جانبا ما بدك هالعلاقات يلي عم بتفوتك بأمور سلبية وأخيرا إلى الحوت يبدع اليوم الحوت بالتعبير عن ذاته عن مختلجيته الزيتية عن نفسه عن طبعه المهدوم طبعه المرح من بين الأيام بكتير حلوية اللي بتمرق عليك وإذا بدأي حكي عن الأبراج 12 أنت الأكثر حظا اليوم فحاول تستفيد من كل خلفية هنهار نوصل لمولود اليوم مولود اليوم بيطلب العلم ولو بالصين مثقف جدا بيعرف كيف بده يديري الأمور المتشنجة إذا أحب يحب من قلبه فهو الرومانس العاشق يلي بيعشق حتى السمالة كتير إنساني لدرجة مش طبيعية وبيحاول يساعد أي إنسان بأي مكان وزمان كان من إيجابياته إنساني من سلبياته بيهب بسرعة وهالسنة سنة المغامرة تحياتنا لكل موليد اليوم سليم اليوم بدنا نتعرف شوي على اسم سليم سليم يعود إلى أصول عربية وبيعني المعافى من أي مكروه هو السليم عقليا واجسديا سليم طيب القلب نظرته ثاقبي إلى الأمور وبمحلة صاحب أفق بالتحليل والتعليل عنده استشراف للمستقبل بيعرف سليم ياخد حقه ويطالب فيه متوتر حين نوري أحيانا وإذا كنت معه منيح لا سليم بيدوي لك صبيع العشرة تحيتنا لكن سليم عم بتبعنا هذا كل شيء ببرج اليوم إلى اللقاء